هل نفهم من هذا أنه السنة التحضيرية في الجامعات هتلغى لو طبقت الكلام هذا في الثانوي؟ المفترض أنه النظام هذا يلغي الحاجة إلى السنة التحضيرية خاصة سيصير ما نحتاج السنة التحضيرية سيصير ما نحتاجها وسيكون هناك نقل من بعض المواد التي ربما في أولى ثانوي إلى المرحلة المتوسطة من ناحية الأهداف التعليمية ومن ناحية المحتوى وأيضا ترحيل لبعض المواد التي تقدم في السنة التحضيرية وربما في السنة الأولى في بعض المسارات إلى الثانوي لكن هذا يتطلب طبعا إعداد معلم متخصصين دعوا نرى الرؤية بعدين والتطبيق نحن لا نريد أن ندخل في كل التفاصيل